السلام لغازلت ديالي كيف ديالي اللبس عليكم كانتمنى يلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال اليوم مع وصفة جديدة وصفة زوينة للتساقط ديال الشعر كيخلي عد الزيت الشعر كتير وكيعمر الفراغات زوين بزاف 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 المهم نخليكم البنات كيفاش غنو نحضر هاد الزيت عندي هنا يا زبل ديال الحشيش او لا زبل الكيف راكينا عند العطار البنات يلا ما لقيتوش خودو حبيبات جول كيف را عند العطار عندي هنا المخد يالي العظم غاتمشين عند الكزار غاتقول لي عافق عطيني المخد يالي العظم را غايعطيه لكم هذا في منافع الشعر زوينة بزاف بزاف احنا ما كنا نخدموش بزاف ولكن في منافع كتيرة عدنا هنا كاس ديال الزيت العود ونصف كاس ديال الماء هادو ما المكونات البنات خليكم كيفاش غنو نجد هاد الزيت ديالي غنناخد كاسرولا غادي ندير نصف كاس ديال الماء غادي نزيد عليها جوج مع القبار ديال زبل كيف كما قلت لكم عندي لبنسي لما لقيتوش الزبل ديال الكيف عند العطار خودوا زرريعة ديال الكيف را كينا عند العطار اذا خطيتو غير جوج دراهم سماعه كافيا كوم هنجح معالق قد نضيها على البطام هيلة ونجدها يطلق لي ويطبخ لتطلق هدا كل المنافع يجيولو بدا كي طلعت ليه في المالغالية بدكي يصفر أنا ما بغيتوش صفر بغيت لون ديالو يكون مغلوق وحتى الماء يكون مغلوق لنضيف الماء يكون قليلا نقص الماء اوصل المرحلة التي تريدها هنا المرحلة المغلقة وكفرة تطلق جيد وحتى المقلال في هذه الأثناء سنكمل نضيف عليها المكونات الأخرى اللي ذكرت لكم سنضيف عليها المخ ديال العظم منافع ديولات مخ العظم كتيرة يا لبنة زويل الشعر كي يعاون بشعر تخلف عنده واحد المنافع بزافة لبنة والله هنا سنضيف عليهم دا كل كاس ديال زيت العود وسنخلط مزيان تخلطوا لي العناصر هنرى الشح ما كتدوب را ما كتبقاش فاش كي يوجد لنا الزيت الشح ما را ما كتبقاش كتدوب مهم هنا لبنة غادي نخليه على بوطا مهيلة حتى يبدأ يمشي لنا ذا كل ما ديالو باش غنعرفوا البنة اللي يمشى غادي نحطوا يدينا على الكسرولة إلا باقية سردة را باقي الماء إلا كنديروا يدينا وما سرداش را ما بقيش المكيمة غنوريكم دابا غنوريكم دابا هنالما باقي را السرودية كتبان في الإيد شو؟ أرى الفيديو واضح مزيان هنا كنحاول نوضح لكم بزاف باش تفهموا شتو البنة الماء كي ليه في إيدي هنا يا الزيت ديالي باقي ما وجدش غنخليه مزيان هنا البنة ديالي الزيت ديالي را وجد حيث فاش كان دي ديالي ما كيخليش هديك الرطوبة في الإيد كما كتشوفوا هنا صفي الزيت ديالي وجد ولا في المرحلة اللي بغيت هنا غنخليه حتى يدفى غنخليه حتى يبرد حيث هديك الشح ما غتجمع لنا الزيت غنخليه حتى يدفى لكن ما كتشوفوا معي رابق ينشوحوا بيباد يول الشحمة ولكن غادي غادي نمعسوهم زيان مع صفي اللي غنصفيوا به الزيت هنا مبعد مدفلية الزيت ديالي غادي نحاول نصفيه انتو ما حاق صفيه انا هيورت لكم كيفاش انتو ما غديروا في شي قرعة غنضروري هالزيت اللبنة يكون محطوط في تلاجة هادي واحد النقطة ضرورية الزيت ضروري يكون محطوط في تلاجة يلا حدته بره غايف سدليكم الزيت هذا ضروري في تلاجة حيث فيه الشحمة هنا يديك الشحمة الصغيرة اللي بقترا كان عصرها وكيخرج ليا مع الزيت وهكا كانت تحصل بنتعلى الزيت ديالي زوين بزاف هاد الزيت غني غني بزاف بالمنافع اللي خطيرة الشعر ايه بنسبة للريحة ما كيخلي weet للا تطل Tact şöyle شي حاجة ما كيخليش نهائيا الريحة كدري في الشعرك من ساعتين حتى ثلاث سويع خليه في شعرك ما يكفي هو مغايا يدرك ما غايا تشي حاجة ما غايا تطل burkش أتخلي فى شعرك من ساعتين ثلاث سويع غايا تطلjiه بشامبوان عادي بالزيت بـ بالشامبوان عادي كعتمصيز بزيان شعرك بالزيت وقدتخليه في شعرك من ساعتين ثلاث سويع من اول استعمال البنات سوف يبليكم الفرق من اول استعمال سوف يبليكم الفرق نقص لكم التساقط ومع المدوامرة سوف يحيد نهائيا التساقط والشعر سوف يخلف مهم البنات هذا هو الزيت ديالي هذه النهاية ديال الفيديو كنقول لكم تهلاولي فروسكم وما تنسوا الشي لاعجبكم الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والعائلة ديركم وديروا الياجين باش تشجعوني وكنقول لكم تهلاول فروسكم